سنتحدث الآن في العربية الليلة عن ست حوادث وانفجارات غامضة دربت إيران خلال الأيام الماضية رافقها طبعا تخبط في رواية السلطات الإيرانية بالتعامل مع هذه الحوادث في البداية كانت حوادث عرضية ثم تحولت الرواية الآن وأصبحت مزاعم بأن أعداء البلاد قد يكونوا متورطين سنبدأ مع السادس والعشرين من يونيو الماضي حدث انفجار في مستودع للأسلحة في بارشين بالقرب من العاصمة طهران نقلت صحيفة الجريدة الكويتية حينها عن مصدر أمني كبير قوله إن الهجوم نفذته مقاتلة شبح إسرائيلية من طراز أف خمسة وثلاثين في الثلاثين من يونيو أيضا حدث انفجار في مستشفى السينة وسط طهران قتل فيه تسعة عشر شخصا وأظهرت صور بثتها وسائل الإعلام الحكومية أضرارا جسيمة وقالت إن الانفجار ناجم عن تسرب للغازر سأنتقل الآن إلى الثاني من يوليو الجاري وقع حادث غامض أيضا في منشأتنا تنزل نووية الموقع النووي الأهم في البداية تحدث مسؤولون إيرانيون عن أضرار طفيفة لكن الرواية سرعان ما بددتها الصور رواية غربية أفادت بأن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زرعت داخل المنشأة الانفجار دمر الكثير من الأجزاء فوق سطح المنشأة وحدث تسرب إشعاعي لم يعرف حجمه حتى الآن في المقابل أشارت تقارير أخرى إلى أن الانفجار ربما يكون ناتجا عن هجوم إلكتروني سيبراني ووجهت الاتهامات إلى إسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف خلفه بالنسبة إلى الثالث من يوليو وقع حريق ضخم في الشيراز ويعتقد بأن الحريق كان في منطقة زار جاري في المدينة والشراز هي موطن لقاعدة جوية رئيسية ولللواء الخمس والخمسين المحمول جوا في الجيش الإيراني إذن مشاهدين سلسلة غموض آخرها كان حريق محطة الأحواز جنوب غربي البلاد قيل أنه وقع في أحد المولدات ولا توجد منشآت عسكرية أو نووية معروفة في هذه المنطقة اليوم يتبين أن خسائر إيران من هذه الانفجارات أكبر بكثير مما كان يعتقد